شركة ألبس شركات بما يعزز من الفرص النوعية الواعدة أمام الطرفين وبهذا المناسبة قال رئيس مجلس إدارة شركة ألبا سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة أن شركة ألبا تسعى من خلال توقيع الاتفاقيات إلى تعزيز علاقاتها مع شركة فلورسيد SBA وشركة فاتا SBA وشركة تيكمو كار SBC بالإضافة إلى بحث مجالات جديدة للتعاون في المستقبل باعتبار ألبا من المساهمين الرئيسيين في دعم الاقتصاد البحريني كما أنها تهدف من خلال شراكاتها لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 الجدير بالذكر أن ألبا ترتبط بعقد قائم مع شركة فلورسيد SBA لتوريد 15 ألف طن إلى 20 ألف طن من فلوريد الألمنيوم بالجودة الملائمة لعمليات الصهر أي ما يعادل 70% من احتياجات الشركة السنوية من هذه المادة وتتولى شركة فاتا أعمال مقاول الهندسة والمشتريات والإنشاء لمشروع تطوير مرفأ ألبا وذلك ضمن مشروع خط الصهر السادس للتوسعة فيما تعد تيكمو شركة منتجة للمعدات المحمولة والثابتة عالية الجودة المستخدمة في عمليات انتاج الألمنيوم والمعادن وتمتلك علاقة وطيدة تمتد لسنوات طويلة مع ألبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر